إمتى الراجل يقول أنا عندي مشكلة في الأنصاب؟ والدورة الجنسية عموماً بتبدأ بالرغبة الجنسية مرورة بالانتصاب بعد كده بتنتهي بالقصف وبالتالي ضعف الانتصاب إحنا بنعتبره شكلي من أشكال الضعف الجنسي المحور الأول هو العلاج الدوائي العلاج بالموجات الصدمية الملاز الأخير أو الحاجة النهائية لها الدعمات ما قداميش غير الجراحة، ما قداميش غير الدعامة القرار ده مش سهل الدكتور طبعاً أو الطبيب المتخصص هو اللي بيقدر يقرر للمريض إمتى عن ركب الدعامة الأستاذ الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلة والمسالك البولية والتناسلية استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة لأن البروستاتا مرتبطة بالجهاز التناسولي، بعض الرجال بيعتبر الحديث عن مشاكلها أمر محرج لأنها بالنسبة لهم مرتبطة بالرجولة وهنا بتكمن الخطورة لأن تأخير وإهمال علاج تضخم البروستاتا خطير جداً نسبة إصابة الرجال بتضخم البروستاتا بترتفع مع تقدم العمر بعد سن الثلاثين واحد من كل 12 رجل يصاب بتضخم البروستاتا في سن الثلاثين للأربعين ما بين سن الخمسين للستين النسبة بتوصل لخمسين في المية وبتتخطاها لتمانين في المية بعد سن الثمانين الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا أمر غير محسوم لأن الأسباب لا تزال غير معروفة إلا أن الكشف المبكر يضاعف فرص الشفاء أهلاً بكم البروستاتا قصة مشيرة للغاية تضخم البروستاتا له أعراض عايزكم تركزوا فيها لأنها أعراض تلخبط ولأنه كبير السن يعني ممكن قوي يتلخبط فيه أعراض البروستاتا إنها مرض تاني والخصصة الأخيرة عنده السكر مع الأعراض شبه وريبة يعني مثلاً في حاجة لازم ياخد باله منها قوي اللي عنده تضخم في البروستاتا أنه هيلحظ أنه خروج البول عنده في ضعف حاجات تانية المهمة أنه فيه عنده حاجات كل شوية يصحى من النوم عنده لغبة في التبول عدد مرات السهاب للحمام كتيرة بالليل بداية التبول نفسه فيه مشكلة فيه صعوبة في بداية التبول فجأة لازم يلوح لحمام دلوقتي ممكن بنقاط بول تسبقه برضو الحاجة المهمة جداً إنه مش مرتاح إنه حسس إنه فرخ تماماً كمية البول وآخر معلومة أو آخر عرض يعني إنه فيه نقاط بول ممكن نلاقيها بتدايق وده ممكن نخليه على فكرة يتوضى ويرجع توضى تاني يتوضى تالت يتوضى رابع لأنه كل شوية نقاط البول ودي على فكرة من الحاجات اللي بدأ ناس كتير قوي تعالوا بقى نفهم البروستاتا النهاردة ونتشوف إيه أحدث الأساليب وخصوصاً إنه جرح توارد كتير أو تراجعت كتير جداً ونتيجة تدخل يعني أشياء حديثة جداً وأساليب وتقنيات حديثة جداً في عالم البروستاتا ضيف العزيز اللي مسعد جداً بزيارته لينا طبعاً وبيساعدني دايماً بحواره العلمي اللي من الطراز الرفيع الأكاديمي الرائع وطبعاً الإسم القدير في هذا المجال أستاذ دكتور صلاح زيدان أستاذ جرحة الكلا والمسالك البولية والتنسولية استشاري أمراض الزكورة والعقم والضعف الجنسي أليوسيس بكلية طب جامعة الأزهر عضو الجامعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية اللي جرحين المسالك البولية وأمراض الزكورة الاسم المتميز في هذا المجال أهلاً بيك أهلاً بتور عيمان منورني أخليك البروستاتا أول كلمة لازم نفهمها بس للناس إيه المقصود بالبروستاتا مكانها إيه مشكلة إنها يعني يعني يحصل فيها حاجة موقع حليق بهذه الدرجة من الحيوية آآ طبعاً البروستاتا غضة مهمة جداً في نسب الإنسان آآ هي غضة زكريا مش موجودة في الإناس بيبقى حجمها حوالي من 15 آآ ل 20 جرام هي يعني حجمها كده قد حبة اللوز كده بقشرتها هي موجودة أسفل قاعدة المسانة وبتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول بتبقى موجودة آآ خلف عظمة العانة قدام المستقيم آآ زي ما قلت حضرتك هي بتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول فيها جزئين الجزء الخارجي زي كابسولة كده زي البرطقانة بالضبط البرطقانة الخارجية فيها 10 والجزء الداخلي عبارة عن غدد يبا فيها جزئين جزء غددي اللي هو الجزء الداخلي والجزء الخارجي اللي هو الجزء لي في عضلي آآ الحقيقة هي يعني هي وظيفة آآ أو ليها وظيفتين الوظيفة الأولى هو وظيفة إفرازية بتفرز المواد المغزية للحيانات المنوية وبتساعد في حركة الحيانات المنوية لأنها توصل للبوايد آآ الوظيفة الثانية هي وظيفة ميكانيكية لأنها طبعا بتساعد في ضخ البول بتساعد في القصف السائل المنوي الحقيقة البرستواتة لما بتكبر بيحصل منها مشاكل لأن الجزء الخارجي ده لما بيزيد بيضغط على مجرى البول وبالتالي بيؤدي الأعراض هي طبعا من الجزء اللي هو الغامض شوية لأنه بيحط حوالها كتير أو من الشائعات إنها بتكون مرتبطة بالحالة الجنسية الناس كتير بتعتقد إن هو المصدر الزكورة في الجسم أو هي المصدر الحيوي للرجولة عند الراجل لكن الحقيقة هي غير كده خالص فهي طبعا بتشكل جزء حيوي وطبعا بفضل موقحها برضو إن هي آخر جزء في الجهاز البولي وبالتالي أي أعراض بتحصل فممكن بتأثر على المسانة تأثر على الكلا فالبرستاطا طبعا من الغدل المهمة جدا حقيقة إيه الأمراض اللي بتصيبها؟ هيا فيها أمراض كتيرة جدا بتصيب البرستاطا لكن أشهر لهذه الأمراض بيبقى أول حاجة اللي هو احتقان البرستاطا أو التهاب البرستاطا الحاجة الثانية اللي هو تضخم البرستاطا الحاجة الثالثة اللي هو سرطان البرستاطا احتقان البرستاطا أو التهاب البرستاطا ده في منه حاجتين ممكن يكون التهاب حد وممكن يكون التهاب مزمن الالتهاب الحد ده بيبقى عبارة عن الالتهاب ممكن يكون بكتيري المريض بيحس بحرام في البول دخول حمام كل شوية ممكن بيصاحب ارتفاع في درجة الحرارة ألم بيبقى أسفل لعانة ألم بتسمع في العضو الزاكري هو طبعا بيبقى علاجه وسهل وبسيط لأنه علاجه كله بيبقى مضادات حيوية هو بيساعد بيقلل الرغبة الجنسية في بعض الناس بيؤدي إلى سرعة القصر الالتهاب الكرونج بقى، الالتهاب المزمن ده بيبقى صعب شوية لأن المريض طبعا بيجي له قاتكس كله شوية بيجي له حرام في البول، دخول حمام كله شوية، اندفاع البول ضعيف تخطع في البول، أحيانا بيبقى فيه ألم بتسمع في العضو الزاكري ألم ما بين فتحة الشرج والخصيتين، ألم بتسمع في الشرج المريض قد يصاب بقصف مدمم، قد يصاب بحرام في البول أو دم في البول عبه الوحيد طبعاً إنه هو المريض طبعاً ما بيتحسنش بسرعة وبالتالي حتى بتفهم المريض طبيعية اللي عنده وبالتالي بتلاقي معظم المرضى بيلف عدة كترة بيخرج مدكتور ده يروح لدكتور تاني لأنه ما بيتحسنش لكن إحنا لما بيمفهم المريض وبينفهم طبيعة اللي عنده وإن العلاق هيطول شوية أحنا بيمتدل ثلاث شهور فده طبعاً من المشاكل الكبيرة جداً المشكلة الثالثة طبعاً هو تضخم البروستاتا طبعاً زي ما قلت لحضرتك برضو إن ده حاجة مشكلة بتحصل مع السن بيحصل تضخم في البروستاتا وبتقفل على مجرى البول وبالتالي المريض بيصاب بالأعراض اهم ايه مشاكل أو مخاطر ومضاعفات إن البروستاتا تتضخم طبعاً هو البروستاتا بي زي ما حاجة تفضلت كده وقلت في الأول الأعراض بتاعة البروستاتا أعراض طبعاً كتيرة جداً أول حاجة ممكن يكون المريض جاي بأعراض حاجة اسمها تهيك في المسانة وممكن تكون أعراض إنسدادية أعراض تهيك في المسانة المريض ممكن زي ما حاجة قلت برضو إنه بدخل الحمام كتير بازال بيزيد بالليل تلاقي المريض ما بيلحقش نام بقول يا دكتور أنا ظابط المنبي أصحب الليل كل شوية داخل الحمام خارج من الحمام حاس إنه ما فرغش المسانة كويس أحياناً البول برضو بيجيله رغبة مليحة في البول ممكن مايلحقش نفسه البول يفلت منه ممكن المريض يجيب أعراض انسلادية كلمة انسلادية يعني عنده سدد في البول يعني حاجة سدد المجرى بتاع البول وبالتالي المريض بدأ يشتكي ممكن يجيله أنه أول ما يبدأ يدخل يعني الحمام ممكن يتحايل على البول يحزق أجامل لشان البول ينزل ولما ينزل ينزل متقطع ممكن ان دفاع البول يكون ضعيف ساعة المريض يقول أن المريض ينزل البول ينزل متشعب ينزل خطين ممكن بعد ما بيخلص حمام حاس ان هو مفرقش للمسانة كويس أو فيه نقطة بعد ما بيخلص نقطتين تلاتة كده بينزلوا وطبعا دي بيتضايقوا علشان الصلاة ودي بتبقى أكتر الحاجات اللي هي بتبقى مزمنة وبيتضايق المريض مريض تاني ممكن هو مايرضاشه رايح مشهور ولا حاجة يأجل المشهور بسبب البروستاطة بسبب ان هو عايز يدخل حمام بعض المرضى مايشربش مية يقول لك أنا مش هشرب مية عشان مايدخلش الحمام طبعا دي من الأعراض الكبيرة جدا طبعا الأعراض دي لو يتثابت بيبقى لها مخاطر كبيرة جدا أولها ان المريض ممكن يجيله التهاب مزمن يعني ده كل شوية لاقي التهاب في البول صديد في البول طبعا هو بيفرقش المسانة كويس فبالتالي فيه كمية بول بتنزل فيه كمية تانية ما بتنزلش كمال بتنزلش دي بيبقى عرضة لتكوين الحصوات عرضة للتهابات المسانة نفسها ضخ المسانة على مجرى البول تهابات عرضة برضو لتكوين الحصوات أحيانا المسانة بتصاب بضعف والضعف ده ممكن يعمل ارتجاع البول لان الصمام ربنا خلق البول بيمشي في اتجاه واحد من من الكلة للمسانة لما بيحصل ضعف الصمام ده بيفوت يبدأ الميا نفسها ترجع على الكلة وبالتالي المريض ممكن يجي بيرتجاع ميا على الكلتين ممكن يجي بفشل كلو بعض الناس ممكن يصاب بثلاث بول يعني المريض لو يتساب فترة طويلة جدا ساعات لما بيجي له احتباس مزمن المسانة بدأ تضعف بدأ الاحساس يقل بدأ كمية البول هو بينزل شوية والباقي بيستنى جوه فهو متهاله ان هو فرغ المسانة نيجي نفحص المريض نلاقي المسانة مليانة مشكلة الموضوع ده ان المريض ممكن يقلب بثلاث بول وبيزاد بالليل يقول انا دكتل انا منام بالليل يلاقي اصبح الصبح لأي نفسي متبول او في ميا فبعض الناس بتشخصوا عن هو التبول لا ارادي لكن مشكلته كلها ان هو المسانة نفسها بدأت تضعف بدأ كمية المية تزيد بدأ الاسمام نفسه يفوت بول وده بنسميه overflow overflow incontinence يعني سلس بولي او بنسميه سلس بولي بالعربي سلس بولي طفل وده طبعا بتبقى من المشاكل الكبيرة جدا حتى علاجها بيبقى صعب شوية المريض جاء بكل الاعراض بكل المشكلات دي عايز شخص حالته انا عندي ضدخم برسطة او لعندي مسانة متهيجة الحقيقة هو يعني التشخيص بيبقى مهم قوي لان احنا بكين احنا عندنا في عاداتنا كلنا معظم دكاترة المسالك بيبقى عندهم شيط كده في العيادة ده بيعتمد او بنعتمد عليها في التاريخ المرض ان احنا بنقيم الاعراض بتاعت المريض حاجة اسمها IPS score ده بيبقى ده score كده عملته الجامعية الامريكية سنة تقريبا 92 بتقييم لاعراض المسانة سواء كانت تهيك في المسانة او اعراض انسدادية احنا هما الاعراض دول حوالي سبع اعراض بنده كل اعراض من دول من zero لخمسة كل ما بيقل يعني بيوصل لل zero يعني هو ما عندهش اعراض كل ما بيزيد معناه الاعراض اعراض سفير اعراض جامدة جدا وبالتالي المريض ممكن يعني بنقيم السفيرتي بزيادة ال score بتاعه فيه عراض تاني اللي هو quality of life نبدأ نقول بقى في الاخر هو قادر يكمل كده انا مش قادر نبدأ ندي ال score من zero ل7 ده اعراض بسيطة وما فيهش اي مشاكل ممكن بنمشي حاجة اسمه يعني بنحطه تحت المراقبة او تحت الملاحظة وبنفهمه الحاجات اللي هي ممكن يبعد عنها او الحاجات اللي هي ممكن تؤدي الى زيادة اعراض البروستات التقييم التاني بيبقى من 8 للساعة 10 ده بيبقى متوسط ده ممكن يمشي علاج دوائي وما فيش منه مشكلة من 20 ل 35 ده اعراض كبيرة جدا والاعراض الكبيرة دي في الغالب ممكن نبدأ معاه بعلاج لو ما بيستجبش العلاج ممكن ندخل في مرحلة العمليات اه انا عايز بقى اركز على تضخم البروستاتة الحميد هو الحميد يعني مش مش كنصر صح تمام مزبوط اهه سينايل اسمها سينايل اللارج البروستات الحقيقة هو تضخم البروستاتة دوت اه يعني مالوش سبب واضح هو بيحصل حاجة بتحصل مع السن اه زي الشعر الابيض كده بيبدأ الانسان كل ما بيكبر كل البروستاتة حجمها ما بيزيد حقيقة ما فيش سبب واضح لتضخم البروستاتة كلها نظريات ولما بنقول نظريات يعني ما فيش سبب واضح او سبب قاطع يقول ان فيه سبب واضح لتضخم البروستاتة حقيقة اسباب كتيرة جدا منها بعض الناس قالت ان هو ممكن يكون تكاثر في الخلايا اه بعض الناس قالت ان هو ممكن يكون التهاب بكتيري او التهاب فيروسي او التهاب متكرر في البروستاتة قد يؤدي إلى تضخم البروستاتة أحيانا بعض الناس اللي عندهم تاريخ مرضي يعني بعض الناس اللي عندهم في العيلة والده حد قريبه كان عنده مشكلة في تضخم البروستاتة قد يصاب بتضخم البروستاتة النظرية الحقيقة اللي هي المقبولة شوية اللي هي نظرية الخلل الهرموني يعني لو فيه اضطرابات في الهرمونات هرمون الزكورة قد يؤدي إلى تضخم البروستاتة العلاجات فيه دوائية في علاجات راحية وفي علاجات حديثة مزبوط هو طبعا الفترة اللي فاتت دي حصل طفرة كبيرة جدا في الأدوية احنا ديما بنبدأ بالأدوية سواء يعني حسب الأعراض زي ما احنا قلنا الحاديك بنقيم الأعراض الموجودة دي في التشخيص الأدوية بتاعتمد طبعا على الاسكور يعني الأعراض بسيطة بقلنا زي ما حاديك بنمشي يعني تحت المرابع الحاجة التانية بندي أدوية الأدوية دي طبعا حصل فيها طفرة منها حاجة اسمها الفا بلوكرس دي كان بيتشتغل طبعا على البروستاطة وبتشتغل على الشرائين حالية دلوقتي حصل طفرة بتشغل على بس بعاجة حاجة طبعا دي حاجة آآ طفرة كبيرة جدا إن الأدوية المريض كان بيشتكل اول ضغط واطي إن الأدوية طالعا بتشغل على الشرائين فبتعمل بسويض Have to leadrustation وتعمل توسيع في الشرائين فالمريض ممكن يصاب بالضغط او بضغط واطي طبعا دي عمل الطفرة كبيرة جدا في مجال العلاج. الحاجة التانية بنضيف بعض الادوية اه هي ادوية الالفا بلوكر بتشغل على على المستقبلات اللي موجودة في البروستات. اه. مغلقات مستقبلات الفا. بالزبط. الحاجة التانية بتشغل على الهرمون الزكورة. اه دي مجموعة بتشغل هرمون الزكورة وبتقلل تحويل هرمون الزكورة الى الاكتف الى المادة النشطة بتاعته. وبالتالي بتقلل حجم البروستات. اه. دي دي الادوية. عموما أحيانا بنضيف بعض الأدوية في بعض الناس بيكون عندهم تهيك في المسانة زي دخول حمام كتير هو مش قادر يستحمل زينية البول أحيانا بنضيف بعض الأدوية اللي هي بتقلل نشاط المسانة بس طبعا دي بتبقى بحضر شوية لأن المريض ده بيبقى يعني أي حاجة ممكن تزود العرض أو تعرض للبرد أو تعرض للأدوية دي ممكن يدخله في احتباس بول وبالتالي احنا بنضيها بحضر فعشان كده استشارة الطبيب في الجزئية دي بيكون مهم جدا ثم جاء السليب الأحزز زي التبخير الحقيقة هو فيها السليب كتيرة جدا طبعا وهي كلها موجودة مازالت موجودة حاليا إلى الآن منها الطرق الجراحية المنزار الليزر التبخير طبعا الطرق الجراحية مازالت موجودة بس طبعا هي كان لها مشاكل شوية طرق الجراحية أن احنا المريض بيتعرض طبعا كانت البروسطات لما تكون زغيرة حوالي 80 جرام بيقول ده بيعمل منزار البروسطات لما تكون كبيرة فوالي 80 بنبدأ نعملها بطرق جراحية الفكرة الجراحة أن احنا بنعمل يعني بنعمل بشيل الغدى أو بشيل الجزء المتضخم من البروسطات مش كلا أن هي كانت عملية احنا بنعملها بس يعني بنفس الغدى أو بنفس الجزء المتضخم من الكابسولة بتاعتها احنا بنفس الشايفين فيها جزء كده بيتشال بلايندلي يعني بنشيلها كده وانا مش شايف قابلية النزيف فيها طبعا بتكون عالية جدا المريض ببعا محضر له دم قبلها طبعا دي كانت من ضمن المشاكل المنزار طبعا جي بعد كده المنزار برضو من الطرق كويسة وما زال برضو موجود إلى الآن هو مشكلته الوحيدة أن احنا بنستعمل ماء معاقيم أو ماء معاقم الماء دوت الماء دي ممكن ساعة ما بتشيل البروسطاتة بالمنزار بيحصل يعني بيحصل امتصاص للماء وبالتالي بيبقى أنا ببقى أكون حذر جدا وأنا بشتغل بالمنزار لأن الماء دي قد ممكن يحصل لها امتصاص وبالتالي بتخش على الدم فبيحصل تخفيف للمعادل الموجودة في الدم فبيدخل في حاجة اسمها أو بيحصل أو الماء نفسها لما بتزيد ممكن تحصل حاجة اسمها أو زيادة الماء في المخ دلوقتي حاليا حصل طفرة بقى دلوقتي في مجال التبخير دي حاجة اسمها طاقة البلازمة الطاقة دي بتعمل على تبخير البروسطاتم بتخليها زي الرزاس كده فكرة البلازمة طبعا دي بتشغل في محلول ملح محلول ملح دوت حاجة زي المحلول الفيسيولوجي محلول الفيسيولوجي بتاع الجسم فبالتالي ما فيش منه خطورة خالص احنا زمان كنا بنخاف من وقت العملية في المنظور انا عيني على المونتور وانا شغال بحس بوقت العملية من اول مبدأ لو فيه اي اوردة اي حاجة فيه نزيف اولا حاجة بقى بيبدأ قفلها بسرعة عشان ما يحصلش امتصاص للماء لقى دلوقتي التبخير دلوقتي قابلية النزيف قليلة جدا الفيسيولوجي بتاعه او الصورة او اللي بيبقى واضح هو فيه ميزة كبيرة جدا هو بيجمع الطرق الجراحية بيجمع ميزة المنظار بيجمع ميزة الليزر وبقال لتكلفة فبالتالي هو بنستعمله في المريض اللي هو عنده قابلية التجلطات عالية المريض اللي عنده سيولة الدم عالية جدا المريض اللي عامل قلب مفتوح او المريض اللي هو ماشي على ادوية سيولة فبالتالي إن هو بيقفل الأوردة بيقفل الشريم وبعد تبخير في ميزة كبيرة جدا إن هو ممكن أنا استعمله في الاتنين إن أنا أعمل تبخير وفي نفس الوقت بأعمل استقصال وبنطبقه أحيانا برضو على حجام كبيرة لإن الوقت نشوفنا بأننا نشوف أحجام كبيرة في البرستاتة طبعا مع التقدم في السن ومع العلاج الدوائي فمتوسط أعمار الناس بقايزيت والعلاج الدوائي برضو بقايزنا نشوف حجم ببرستاتة كبيرة جدا فبالتالي دلوقتي التبخير حل المشكلة دي وطبعا بيختلف طبعا أو بيعتمد جزء كبير جدا على خبرة الجراح يعني فيه ناس تقول لنا نحن بشير الجزء المتضخم في البرستاتة هو بيقوي ناس في المنزار لا نحن بشير الجزء المتضخم بس شوية لأي ناس بعد فترة لقيتنا البرستاتة رجعت له تاني بعد ستة شهور أو بعد سنة الحقيقة هو الموضوع بيختلف من خبرة الجراح لأنه ده ليه عامل كبير جدا في التكنيك في الشغل نفسه في المهارة فبالتالي هو بالحقيقة يعني هو ماجيك حاجة حاجة سحر دلوقتي الحقيقة عملت طفرة كبيرة جدا هاقف قدام نقطة مهمة قوي قوي عملية البرستاتة فيه ناس تعتقد أنها تؤثر على الانصاب فيه ناس اللي عندها البرستاتة وبتعاني من أعراضها مش عايزة تعمل أي نوع من التدخلات مش عايزة خايفة على الانصاب أو سمعت معلومة لا يا عم دي بتعمل ضعف جنسي أو عاجز هو الحقيقة طبعا هو عنده حق طبعا اللي بيفكر في الموضوع ده طبعا لكن هو الفكرة الارتباط البرستاتة بالضعف الجنسي كان بسبب الأعراض يعني قبل العملية بيكون بسبب الأعراض هو رجل عنده حرام في البول اندفاع البول ضعيف عنده قلم مش قادر يستحمل فبالتالي مش هيفكر في الجنس فبالتالي ده بيبقى هو أصلا عنده بيصاب بالضعف الجنسي والغالب بيبقى نفسي هي أن بعض الناس بعد العمليات بتاعة البرستاتة وخصوصا التبخير بيحصل تحسن كبير جدا بالله حوالي 30% من الناس بدأت تتحسن لأنه خلاص مشكلته بدأت تتحسن مشكلة البول بدأت تبقى كويسة احنا كنا زمان بنخاف من هو حاجة أو في بعض الاستادز أو بعض الدراسات بتقول أنه حاجة اسمها السيرمال إفكت وتأثير الحراري أو تأثير الكهرباء على أنه كان فيه عصب بيبقى ماشي وراء البرستاتة ده بيتأثر شوية فبالتالي بيصاب بالضعف الجنسي الحقيقة هي كلها دراسات لسه ما فيش حاجة قاطعة بتقول أنه هو بيأثر لكن هو أثبت دلوقتي حاليا التبخير من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تأثيرها بيكون قليل جدا هو ممكن يبقى فيه تأثير على القصف شوية لكن تأثير على الانتصاب في الغالب بيبقى قليل يمكن حاليا دلوقتي كمان بعض الناس بدأت تعمل تكنيج جديد اللي هو بيحافظ على القصف بيسيب جزء معين اللي هو جنب الجزء اللي بيخرج منه السائل المنوي وبالتالي ده بيقلل موضوع ارتجاع القصف ارتجاع القصف المريض ممكن يصاب قصف مرتجع بعد العملية دي أشهر حاجة فبالتالي يقول مفيش قصف اساسا حاليا دلوقتي فيه بعض التكنيج او موديفيكيشن شوية على الحاجة دي فبدأ القصف نفسه بدأ يتحسن فيه عجالة بقى هل يمكن الوقاية من تدخل بلصات شاحب الحقيقة هو ممكن طبعا بس فيه بعض النصايح طبعا بنقولها خصوصا بقى يعني هو فيه نصايح للشباب وفيه نصايح لكبار السن النصايح للشباب طبعا اللي هو الإنسان اللي بتعرض لإصارات جنسية كتير ممارسة العادة السرية الناس اللي بتعرض للبرد فترات طويلة بعض الناس بقى شرب المياه الغازية الامساك المزمن طبعا نبعد عن كل الأشياء طبعا نبعد عن حاجات دي خالص الناس اللي هو بتعرض لاحتقانات شديدة الناس اللي بتحاول إساعة الممارسة المسارسة الجماعة أو حاجة فبيأجل موضوع القصف قد يصاب طبعا باحتقان البروستات أو التهاب البروستات الناس الكبار السن احنا بننصح طبعا بأن احنا نعمل كشف دوري على البروستات أو كشف يعني في الغالب بول خمسة واربعين سنة الناس اللي عندهم تاريخ مرضي الناس اللي عندهم فوق الخمسين سنة برضو بنحاول أن احنا نعمل تحليل تحليل دلالات أورام البروستات ده حاجة معينة بتكشف أو لما بتزيد بنشك إن يكون فيه مشاكل في البروستات الأشياء الموجات الصوتية طبعا دي بيدينا دلالة جدا على الكمية البول بعد التباول حجم البروستات الكلة هل فيه مشاكل أو فيه مضاعفات ولا مفيش طبعا برضو بنحاول نحن ما نخلطش بعض الأمراض وبعضها لأن الناس كتير بتعتقد زي ما حقا قلت في الأول كده هو بيدخل حمام بيفكر أنه عنده سكر بعض الناس يقول لك ده أملاح فطبعا خلط بين الأمراض وبعضها أو الأعراض وبعضها ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا كمان ناس مهمة أوي أنها تعمل لو خصوصا لو فيه تاريخ مرض بسرطان البروستات طبعا مهم جدا ده مهم جدا جدا أقول له قصة تانية هنتكلم عليه لكن البروستاتة تبقى من المواضيع الخطيرة جدا جدا وما فيش خلط أرجوك وما تخلزوش بنت رخم بروستاتة الحميد وبين سرطان بروستاتة دي قصة تانية خالص ضيف العزيز الاسم المتميز والصحب المقدرة الألمية المتميزة دكتور صلاح زيدان أستاذ جراحات الكيلة والمسالك الدولية والتلسلية السشاري أمراض الزكورة والعق موضع في الجنس بكلية طب جماعة الأزهر عضو جماعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية الجراحي المسالك البولية وأمراض الزكورة النورطيني شكرا شكرا خليكم دايما معنا سهلا